موسيقى سلامنا للجميع في سؤال عن الأطفال اللي بتوفق خصوصا بحوادث جماعي ماذا بالأطفال وتعرفوا في نظريات كثير وتفسيرات كثير الحقيقة الكلام بهذه المواضيع مؤذي وفيها حقائق مر أما بشكل إجمالي السيد المسيح لما قال أنه حتى الطفل ابن اليومين غير بريء لأنه هاي نفس تمر بتجربة جسدية نحن ما بنعرف الخلفية اللي خلفها طبعا بالحوادث العامي بيروح أبرياء كثير الغالبية أبرياء ما السبب أكانوا أطفال أم كبار أحد الحكماء عم يعطي مثل لنفرض أنه قنت بغرفي واجت بعوضة بعوضتين ثلاث بعوضات لسعوك بالليل الصبح ما رح تجي تعمل محكمة أو تقول يا بوعيض انصح انصح التعبير يا جمهور البعوض تعالوا اعترفوا مين اللي لسعني رح تبيد الكل بنفس الاسلوب الوعي الجامعي المنخفض اللي فيه برامج أذية للآخرين اللي فيه تطرف بالفكر تطرف بالمعتقدات شو يعني تطرف المعتقدات يعني فيه مشاعر سلبية بصراحة لما انت عبت بث بالحقد والحسد وهذا الشيء بتراكم بالأثير الجامعي انخفض سوية المناعة الطاقية الجامعية انخفضت فبالتالي بتصير في مجال للكارتة الطائرة مثلا هل نعتقد ان الطائرة تقع صدفي حادث سير قال اول علامات انقطاع الذبذبات الكونية فائقة الدقة او ما يسمى بدعم الالهي انقطاع الدعم الالهي ان نتواجد بمكان وزمان غير ملائمين ما معنى ان نتواجد بهذا المكان بهذا الزمان ضمن هاي المجموعة في قدر جامعي بالقدر الجامعي يذهب ابرياء كثر اما بصراحة البريء اي من داخله نقي وبالتالي وان مات فلا سوف يحيا سيستعيد بزمان اخر برنامج تطور ما اما المؤذي اللي استجلب هذا الدمار لواقعه الفردي ولوث الاثير الجامعي سيلحق برامج سلبية عليه وسيعيد الكر مرات ومرات بما يسمى وادي الدموع بالتالي دوما حوات الحياة اكانت فردي ام جمعي تتم وفق قوانين دقيقة ويا نعمة من كان نقي القلب واسع الافق فلا ينزل لرتبة الاضضي او الشمات بأحد بل يقدم دوما المساعدي بغض النظر عن ما يسمى الكارمة او القدر بغض النظر عن ما يسمى هذا الشخص سيء او جيد دوما يقدم المساعدي هذا الانسان هو اللي بيبني الانساني فينا اما الاخرين الاخرين اذا جئنا لحس الثمي السليم الاخرون من يبثون هاي الاحقاد والاعمال الاثمي حتما حتما هم سينالهم كلما بدلت لهم جلود ايضا حيوات وحيوات تعالي التجربة مرات ومرات ومرات وسيبقى قصاص قصاص ليه مركزية الرضا والقبول ومركزة الرضا والقبول للقدر الاله بده عقل كتير واسع وقلب نقي ما بيقدر عليها الانسان الملوث لان عنده مركزيات اخرى عادة بيتعبد للاشخاص من خلال اذيتهم او الحقد عليهم او الحكم عليهم هاي الحكم السلبي على الاخرين وتعبد للاشخاص وبالتالي بيضل يأتي بساحة هاي الاشخاص ويأتي بساحتي نفس الاشخاص المؤذية اللي هو عم يولد من داخله اه انا اؤمن جدا بنظام العدل الالهي بطبقات عديدة واؤمن تماما بانه لا يتناقض مع باب الرحمة الذي يقبلنا جميعا كل ما في الامر الفرق بيننا ان هناك زمن ندفعه بسبب برامج العدل ومن فتحت لنفسه ابواب الرحمة لا داعي اساسا ان يتواجد في عالم الزمان والمكان سلام لكم وسلام للجميع يا رب اشتركوا في القناة